وفي مقابلة مع الحدث أكد جورج نكد رئيس بلدية داير ميماس في لبنان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة داير ميماس وتمركز في الداير ولم يرفع العلم الإسرائيلي أنا أقول أنه يعني هني فاتوا من بلدة كفر كلا اللي كانوا كمان مفاكرين عليها العدو الإسرائيلي فاتوا على داير ميماس نحن بلدة داير ميماسي قري فيها زيتون كتير فاتوا بالطريق العام إلى منطقة في تل قبل داير ميماس اسمها تل تلوبي مركزه هنيج أول شيء بعدين إجوا فاتوا على قلب الضيعة يعني أول الضيعة صراحة حصي أننا نحن مرمامة بنقول له داير مرمامة وهو يقع على النهر اللي طاني نعم سمعوني نسمعك دكتور نعم نسمعك فهذا داير مرمامة هو يقع على تلال نهر اللي طاني اللي هو يقع مواكع المقاومة ففاتوا توصلوا مركزوا فوق الدار حول الدار يعني بما بالزيتون بين الزيتون يعني براحة ببداية الحرب نزح مجموعة كبيرة ولكن ظلوا عندنا نحن شيعة شرعية ظلوا في الزيعة في القرية وما زالوا هناك يعني حتى صار في تواصل نحن وياهم لحتى إذا بدي يظهروا لحتى نأمن عبر طريق الأحبار الدولي ولكن يعني لحد الآن الوضع مستقر دفيشي ومن بيروت معنا العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري أهلا بك حرة العميد حرة العميد يعني هل عاد لبنان بلدا محتلا مساء الخير سترلا مساء الخير للمشاهدين يعني هذه هي نتيجة جبهة الإسناد وهذا ما كنا نحذر منه منذ اليوم الأول أننا سنذهب إلى التهلكة وإلى الدمار وإلى إعادة العقار بالساعة إلى العام 82 بين العام 82 والألفين ولم يكن أحد يستمع كان بفكر من فتح جبهة الإسناد أنها ستكون لعدة أيام وستتدخل الدول وسنحفظ مكانة لإيران في المفاوضات الأممية وسنجعل من إيران دولة إقليمية كبيرة لم يكن يستمع إلى صوت العقل ولم يكنوا يستمعون إلى ما كان اللبنانيون يكلونه لهم بكل محبة وبكل أخوة ومن أجل نيب لبنان هذا الدمار وهذه المأساة التي تستمر يوميا نعم حضرت العميد وثق المسار العسكري للمعارك في الجنوب والتقدم الإسرائيلي إلى أين ترى الأمور عسكريا تتجه؟ نحن سنستعرض إلى ماذا وصلت المعارك العسكرية وإلى ماذا وصل الميدان الآن نعم تفضل الكل يعرف أن هناك ثلاث قطاعات في الجنوب اللبناني مع الحدود مع فلسطين المحتلة في القطاع الشرقي الذي أحرز العدو تقدم كبير داخله طوق يعني بنسبة كبيرة جدا طوق هذا القطاع وطوق أهم مدن فيه بوصوله إلى دار مماس الذي كنتم تستقبلون رئيس بلديتها قطع الطريق بين القلايعة والنبطية والطريق النبطية القلايعة تصل إلى مرجعيون والخيام فإذن من الجهة الجنوبية تم قطع الطريق وعزل هذا القطاع من الجهة الشمالية أيضا منذ الأسبوع الماضي وصلت كوات العدو إلى إبل السائي وقطعت الطريق الواصلة بين مرجعيون وحاسبية والبقاع وأيضا قام جيش الإسرائيلي بتدمير رسر الخردلي على مرحلتين ليلة أمس وليلة مقابل أمس وقطعت الطريق بين النبطية ومرجعيون يعني أصبحت منطقة كبيرة جدا داخلها منطقة بلدة الخيام التي تجري فيها معارك شرسة والتي طوقتها الكوات الإسرائيلية وتحاول الدخول إليها وهناك أخبار على أن المعارك تجري داخل البلدة فهذه المنطقة الكبيرة من الكطاع الشرقي الشرقي قد تم تطويقها وأحكام السيطرة بالتطويق عليها والسيطرة بالنيران ووصلت كوات الإسرائيلية إلى مشارف نهر الليطاني في الكطاع الغربي سأنتقل إلى الكطاع الغربي في الكطاع الغربي تقدمت كوات الإسرائيلية من يارين الجبان طير حرف شمع وهي تحاول السيطرة على البياضة والبياضة هي تلة حاكمة لطريق الناكورة صور يعني من يسيطر على البياضة حتى لو لم يتقدم إلى الطريق الساحلي يستطيع السيطرة بالنيران من البياضة على الطريق الساحلي ويمنع أي سيارة أو أي إنسان يعني ذكر هذه القرى والأماكن والبلدات مهم جدا ولكن نحن كمشاهدين عرب وحتى أنا اللبنانية تخفى علي قليلا هذه الجغرافية بالمعنى العسكري هل تم بما قصدك محاولة من الإسرائيليين لتطويق الجنوب وعزله عن باقي لبنان نعم 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 في القطاع الغربي عندما يصل إلى البياضة عزل منطقة النكورة بكاملها عن باقي الجنوب اللبناني وعن صور وأصبح على بعد حوالي 15 كم من مدينة صور يعني أنه يستطيع التقدم طبعا تحت النيران هذا عسكريا كيف يؤثر على حزب الله هذا يعني يطوك عندما تطوكين مقاتلين موجودين داخل المنطقة يسهل إسقاطهم ويسهل قطع الأمدادات عنهم وتمنع الأمدادات وتمنع الأخلاء الصحي حتى أن كل جريح يصبح مشروع شهيد وبقطع الأمدادات وقطع التواصل وقطع الاتصالات السلكية بينهم واللاسلكية طبعا هي مقطوعة يعني يصبح وضع المقاتل وضع حرش جدا ويصبح يقاتل فقط للقتال وهو معرض للقتل لا يستطيع انسحاب لا يستطيع التراجع التكتيكي لا يستطيع أن يكون بأي قتال تأخيري ولا يستطيع طلب الدعم ولا نتصل إليه قوات الدعم ويعني أنهم أصبحوا محاصرين وهم على يعني على وشك أن يتم احتلال مناطقهم وفي القطاع الأوسط هناك محاولات لتطويق بلدة شو اسمها البلدة الكبيرة الموجودة في القطاع الأوسط أيضا لمحاولة بنت جبال تطويق لتطويق بنت جبال في محاولة لإسقاطها أيضا يعني الوضع العسكري الإسرائيلي أحرق تقدم كبير جدا في الأيام الأخيرة ليصل إلى محاولة محاصرة القطاع جنوب الليطاني كامل منطقة جنوب الليطاني وفصلها يعني هو يطبق 1701 بالنار الإسرائيلي شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت العميد الركني المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري